نبقى دايما في ذات السياق حيث تعرف العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإسبانية ذبدبا بين التطور والتراشع فرغم الإمكانية الكبيرة والعلاقات القوية إلا أن الشراكة تبقى دون المستوى المزيد عن العلاقات بين البلدين بالأرقام في سياق تقرير إيمان عياش وإحمد رجدي على محور الجزائر مدريد ورغم القرب الجغرافي والمصالح المتبادلة كانت العلاقات الاقتصادية دون المستوى لكن معطيات جديدة بدأت تقلب الأوضاع وتنعش الاقتصاد وتمتن أواصر الشراكة الاقتصادية بين البلدين ففي هذا السياق تشير آخر الإحصائيات إلى ما يليه إسبانيا من أهم شركاء الجزائر حيث كانت الزبون الأول بين 2013 و2014 ورابع ممون حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت سنة 2014 14.7 مليار دولار منها 9.7 مليار دولار من الصادرات تصدير ماقمته 9.5 مليار دولار لإسبانيا في 2014 واستراد 5.03 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 بلغت صادرات الجزائر نحو إسبانيا 2.7 مليار دولار الجزائر شريك طاقوي قوي لإسبانيا حيث تم تصدير ما حجمه 25 مليار متر مكعب من الغاز رغم أن القدرات من أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال تعادل 57 مليار متر مكعب سنويا إحصاء 445 مؤسسة ومتعامل اقتصاد إسباني في السوق الجزائرية لا سيما في مجال الخدمات والبناء والمرافق والطاقة والأشغال العمومية لكن في مقابل هذا عرفت العلاقات الاقتصادية فترات من الضعف والتراجع حيث تم تسجيل تراجع صادرات الجزائر من الغاز والنفط والمواد الطاقوية نحو إسبانيا بـ 9.8 مليار دولار في 2013 إلى 9.1 مليار دولار في 2014 هذا التراجع تواصل خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 ليرفع الخسائر إلى 1.4 مليار دولار بين كثرة الإمكانيات وبعض من العراقيل بدأت بوادر إيجابية للدفع بعجلة الاقتصاد بين البلدين حيث برزت عوامل جذب قوية جعلت رجال المال والأعمال الجزائريين يوجهون أنظارهم إلى الضفة الأخرى للمتوسط ترجمة نانسي قنقر